في دائرة مفرغة يدور الصراع بين فرقاء العملية السياسية في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي وأسفرت عن خسارة انتخابية فادحة للقوى السياسية الممثلة للميليشيات الموالية لإيران أحدث تطورات الصراع السياسي في العراق تمثلت في قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من جانب هيئة رئاسة البرلمان الحالي وهو قرار يرى محللون أنه ربما يعيد الأمور إلى المربع الأول حيث لا رئيس ولا حكومة فقط برلمان مشكوك في نزاهة الانتخابات التي أفرزته وميليشيات تهدد بإحراق الأخضر واليابس إذا لم تنى الحظ مرضيا من كعكة التشكيلة الحكومية على الرغم من خسارتها ولا تزال المحاولات متواصلة لإيجاد صيغة للتوافق بين التيار صدري وبين الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الخاسرة والتي تستند على قوة سلاح الميليشيات الداعمة لها فضلا عن الدعم السياسي القادم من طهران غير أن تلك المحاولات للتوافق والمباحثات المستمرة بهدف تشكيل الحكومة لم تثمر حتى الآن عن نتائج تذكر وبحسب محللين فإن ما يجري في العراق منذ عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية لا يحمل جديدا سوى تغيير قواعد المواجهة وتبديل الغطاء واستمرار صراع السيطرة على النفوذ المالي والسياسي بين قوى متعددة ومختلفة في بعض المصالح والتفاصيل السياسية وإن جمع بينها ارتباطها بنظام طهران ما يعني أن المعركة الأساسية في العراق هي التدخلات الخارجية التي جعلت منه ساحة لتصفية الحسابات التاريخية وسوقا سياسيا لتصريف الخلافات وصراع النفوذ بين قوى إقليمية وأخرى دولية